السلام عليكم ورحمة الله نظام توزيع قوة الفرامل الإلكتروني أو ما يعرف بالإلكترونيك بريك فورس ديستربيوشن واختصارا بالأي بي دي يعتبر هذا النظام امتداد لنظام منع غلق العجلات الأي بي أس حيث يعمل هذا النظام على تغيير مقدار قوة الفرامل المؤثرة على كل عجل بناء على حالة الطريق والسرعة والحمل وغالبا ما يعمل مع منظومة منع غلق العجلات الأي بي أس في السيارة التي يوجد بها السائق فقط فإن الحمل الأكبر يكون على مقدمة السيارة وتحديدا على العجلات الأمامية والسبب في ذلك يعود إلى وزن المحرك والجير فوق العجلات الأمامية ونتيجة لذلك فإن قوة التماسك أو التلاسق بين مداز العجل وسطح الطريق سيكون أكبر في العجلات الأمامية مقارنة بالعجلات الخلفية لذلك يتم تطبيق قوة فرامل أكبر على العجلات الأمامية مقارنة بالعجلات الخلفية منعا لحدود غلق للعجلات وللتوضيح فقط يحدث غلق العجلات عندما تكون قوة الفرملة أكبر من قوة التماسك بين مداز العجل وصفح الطريق والتي من الممكن أن يتحقق فيها هذا الشرط عند استخدام الفرامل بقوة وبشكل مفاجئ عند السرعات العالية جدا لذلك يتم تصميم منظومات الفرامل عن طريق صمام لضمان زيادة توجيه سائل الفرامل المضطوط إلى العجلات الأمامية بحيث تكون قوة الفرامل أكبر في العجلات الأمامية وذلك بسبب أن قوة التماسك أكبر في العجلات الأمامية بالتالي احتمالية حدوث غلق العجلات ستكون أقل مقارنة بالعجلات الخلفية في الأوضاع العادية على كل إن عند وجود ركاب آخرين أو أمتعة في هذه الحالة ستزداد قوة التماسك أيضا على العجلات الخلفي نتيجة الوزن للأشخاص والأمتع على هذه العجلات ارتفاع قوة التماسك بين مداز العجل وسطح الطريق يقلل من احتمالية وقوع غلق العجلات الخلفي بالتالي يمكن تطبيق قوة فرامل أكبر على هذا المحور دون خطر التعرض لغلق العجلات في السيارات غير مجهزة بمنظومة توزيع قوة الفرامل الإلكتروني لأي بي دي يتم توزيع قوة الفرامل حسب أبعاد نظام أجزاء الفرامل الإصطوان الرئيسي وإصطوانات العجل لكن في السيارات المجهزة بهذا النظام يتم توزيع ضغط الفرامل لكل عجل حسب حالة الطريق أو مقدار التلاسق بين العجل وصفح الطريق والحمل على الأعجال وفي حالة الفرامل القصوى في خط مستقيم تقوم الفرامل بزيادة الضغط على العجلات الأمامية عن العجلات الخلفية حتى لا يحدث غلق العجلات نتيجة لانتقال جزء من الحمل من العجل الخلفي للعجل الأمامي بسبب الفرامل أو الوزن المنقول أثناء الفرامل وكذلك حسب الوزن على العجلات في حالة الفرامل خلال منعطفات فأن النظام يقوم بتغيير قوة الفرامل من العجل الأيسر للعجل الأيمن للمحافظة على الاتزان كذلك تعمل هذه المنظومة في حالة وجود اختلاف معامل التلاسق بالطريقة تحت العجلات بتوزيع قوة الفرامل بما يتناسب مع مقدار التلاسق الموجود للحصول على الفرامل المثالي ويحدث هذا الأمر عن طريق تقليل ضغط سائل الفرامل المتوجه للعجلات الأمامية وزيادة ضغط السائل للعجلات الخلفية ويتم توزيع الفرامل بهذا الشكل عن العجلات الأمامية والخلفية حتى يتم إزالة الأمتعة أو عند إطفاء محرك السيارة على سبيل المثال في السيارات المجاهزة من منظومة الـ EBD عندما تكون السيارة محملة ولنفترض أن السيارة تسير بسرعة عالية تصل إلى 120 كم في الساعة ولنفترض أن الساعة قام بتطبيق قوة الفرامل بشكل مفاجئ ولأنه يتم توزيع قوة الفرامل حسب الحمول فسوف تتوقف السيارة بشكل أسرع مما يساعد على تجنب وقوع الحوادث نظرا لتقليل مسافة التوقف كذلك الأمر حتى في حالة وقوع التصادم ستكون قوة التصادم أقل لأن سرعة السيارة ستكون قد انخفضت بشكل كبير جدا وبشكل عام منظومة الـ EBD تحسن من تصميم منظومة الفرامل من حيث الاعتماد على توزيع قوة الفرامل حسب معامل التمازق أو الالتساق بين العجل وسطح الطريق استقرار القيادة وتقليل التآكل والإفتراء للعجلات الأمامية وتقليل الإجعاد الحراري للعجلات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر